ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به وهذا معنى قول الله عز وجل في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أنت ضعيف إن أردت طاعة الله عز وجل أطلع من الله أن يعينك على طاعته لكن الذي يقول أنا أطيع الله ونسب هذه الطاعة إلى إرادته وإلى قوته فالله جل جلاله لا يعطيه القوة التي يستطيع بها أن يطيعه وأدق كلام قال سيدنا يوسف الإنسان إيام باستقيم فيأخذه العجب باستقامته فيظن أنه فوق الناس وأن الناس كلهم هلكة إلا هو وقع في العجب وهو من أكبر الذنوب لو لم تزنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر أكبر من الذنب أن تقع في العجب من هنا قال ابن عطاء الله السكندري ربما عصية أورست زلاً وانكساراً خير من طاعة أورست عزاً واستكباراً فحينما تتلو قوله تعالى رب إن لم تصرف عني كيدهن أصبوا إليهم وأكون من الجاهلين نبي كريم نبي عظيم يرى أنه أضعف من أن يصمد أمام إغراء النساء والإنسان حينما يعتد بنفسه في موضوع النساء قد يقع في شباك امرأة ليست بشيء أمام زوجته يدع الحلالة الهني ويتبع الحرامة الشقي إذن رب إن لم تصرف عني كيدهن أصبوا إليهم سيدنا يوسف مفتقر في تركه للمعصية إلى الله سيدنا إبراهيم قال رب جنبني وبني أن نعبد الأصمان يعني يا رب أنت إن لم تعني على تركي عبادة الأصمان لعبدتها كهؤلاء وهذا لو طبقناه على أنفسنا بتكون زاهب إلى مكان بتلاقي ملها كله سيارات في خمر في رقص في غناء قل يا ربي لك الحمد أن أعنتني على نفسي وابتعدت عن هذه الأماكن هؤلاء الذين يرتادون هذه الأماكن أشخاص مثلنا رأوا أن هذا مغنماً كبيراً وسعادتهم بهذه الأماكن أنت حينما تأتي إلى المسجد النظيف الطاهر تستمع إلى كلام الله أنت جئت إلى هنا باختيارك أكثر الناس أو الذين يأتون في الصيف إلى بلدنا لا يستطيعون أن يصلوا الفجر لأنه للساعة خمس سهرانين للساعة أربعة سهرانين في أماكن له فالإنسان إذا استقام لا ينبغي أن يأخذه العجب باستقامته ينبغي أن يذوب شكراً لله عز وجل على أن أعانه على استقامته ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به مرة أحد الإخوة زارني في البيت ما إن جلست معه حتى انفجر ذاتيان قلت له خير إن شاء الله قال إنني أطلق بصري في الحرام فأنا قلت له ببساطة اتب إلى الله قال لي صد تايب خمسين مرة ما أدركت سر ضعفه أمام هذه المعصية في بقاء إنسان فيما أذكر وسالس إلى أن كشف لي الحقيقة هذا شاب استقام وغضب صلاة أخذه العجب نظر إلى أبيه وأمه الذين كانا سبب وجوده رأاهما ينظران إلى الحرام فاحتقرهما واعتد بنفسه وبدأ يكيل لهما التهم الكبير اعتداده بنفسه وباستقامته واحتقاره لأمه وأبيه بدل أن يشكر الله على أن مكنه من هذه الطاعة وبدل عن أن يشفق على أمه وأبيه أن لم يستطيع أن يدركاها به الطاعة أخذه العجب كيف أدبه الله عز وجل ضعف مقاومته فانفار فهي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعته إلا به هل تصدقون أن العمل الصالح الذي أكرمك الله به إذا نظرت على أنه من صنعك ومن جهدك يغدو حجابا بينك وبين الله كم من إنسان محجوب بعمله عن الله أنا عملت لحم من خيري خير إن شاء الله أنا دعيت لأ الله أنا علمت أنا من ثلاثين سنة أدعو إلى الله هؤلاء الذين لهم أعمال طيبة أحيانا يقعون في حجاب بينهم وبين الله من أعمالهم الصالحة رأوها لذلك المؤمن الصادق لا ينظر إلى عمله ولكن ينظر إلى فضل الله عليه إن الله عز وجل على كل شيء قديف إذا عفلك مقاومتك قليلا ففيرتكب الإنسان أشد الحماقات أنا أعرف أناس كثيرين تورطوا في الزنا مع امرأة لا تساوي هذه معشار ما عندهم في البيت فالإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعته إلا به يجب أن ترى فضل الله عليك بطاعتك لله إذن هذه الطاعة تستمر أما إن رأيتها من قوة إرادتك ومن حزمك ومن ضبطك لأمورك فربنا عز وجل بشكل بسيط جدا يزعزع قدرتك على مقاومة المعصية فيقع الإنسان في المعصية لذلك الآية الكريمة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين على عبادتك يعني أنا أقول لبعض الإخوة الأكارم يعني إذا كان ضعفت عن طاعة الله استعين بالله على طاعتك ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله بعينك والله عز وجل يعني يعطيه قوة مقاومة تأحلك بعيد يعني إنسان بيسافر إذا قال أنا وأنا وأنا تضعف مقاومته في السفر فتلاقي بيقع ببعض المعاصر إذا إنسان قال إياك نعبد وإياك نستعين تلاقي عنده قوة مقاومة عجيبة فقوة المقاومة هذه تتأتى من استعامته بالله لا من اعتداده باستقامته أنا الآن عم أعالج أمراض رواد المساجد أمراض المؤمنين هؤلاء المتفلتين لا شأن لي بهم إطلاقا لهم معالجات خاصة عند الله نحن ننظر إلى هؤلاء الذين يصلون ويستقيمون ويصدقون ويغضون أفصارهم عندهم مزالق أحد هذه المزالق أن يعتدوا باستقامتهم أن يتباهوا بها أن ينسبوها إلى قدراتهم الزاتية أن ينسبوها إلى جهدهم أما الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين مفتقرون إلى الله دائما حتى في طاعتهم حتى في إقبالهم فما في حدا أكبر أن الله يبعث له مقاومته ما في إنسان مهما كان ضعيف أصغر من أن يأخذ الله بيده إليه فيحميه من المعاصي والآسام يقول لك أنا عندي قناعات أنا إيماني قوي ما بتأثر ضابط أموري ما بيهمني شيء بتزل قدمه وبيقع بالمعصي يطلع إنسان مستعين بالله إلى بلاد الفجور والمعاصي تلاقي وهو هناك غض بصر وإقبال على الله وتلاوة قرآن أنا بسمع من الذين يأتون من بلاد الغرب تلاقي شاب عادي جداً رجع داعي من هناك وشاب آخر رجع زاني فالقضية خطيرة جداً بين أن تعتد باستقامتك فيبعث الله لك مقاومتك تأديباً لأنك أشبكت به وعزوت هذه الطاعة إلى ذاتك وبين أن تفتقر إلى الله في طاعتك فيأتيك المدد من الله عز وجل ويقويك على كل الإغراءات وأكبر دليل أن سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء يستعيز بالله من أن يعبد الأصمام معقول نبي كريم من أولي العزم يستعيز بالله أن يعبد الصنم رب جنبني وبني أن نعبد الأصمام إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين يستعيز بالله ويستعيز بالله كانت دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم أنا علي يطيع الله عز وجل وعلى الله البائد لا حول ولا قوة إلا بالله كل شيء وقع أرده الله إذا الإنسان هي اسم حوقلة إذا الإنسان أصابته مصيبة فحوقا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني شيء وقع لابد من وقوعه ما عد في ندم ما عد في هم ما عد في حزن لحكمة أراده الله سمح بوقوع هذا الشيء لأن الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا الذي يشاؤه ويرضى لا يقع في ملكه شيء ما دام الشيء وقع لو بذلك أنه شر هو خير إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الحقيقة الإفك يبدو أنه شر يعني إنسانة طاهرة عفيفة زرجة رسول الله اصطفاها الله له من بيت إنساء العالمين سيدة عائشة لأسباب تافهة جداً اتهمت الزينة لأنه وزن خفيف فلما حملوا الهوداج ما انتبهوا أنه خفيف الهوداج ظنوها بالهوداج ومشيء لو أن قرطها لم ينقطع فذهبت لتبحث عنه ما كان في حديث أفك لتغى الحديث كله لو أن عقدها في رقبت لها كانت في الهوداج لكن لما انقطع عقدها تفقدت عقدها فلم تجده فلما أرادوا أن يرتحلوا حملوا هذا الهوداج وانطلقوا به طيب لو أنها تبحث عنه قريباً من الهوداج فكما وقعتها ممكن تقول له مئة مرة لو كان كذا ما كان كذا فهذا الحديث الذي اتهمت به السيدة عائشة بالزنا فهذا الشيء لا يحتمل والناس المنافقون روجوا هذا الخبر وارتاحوا له والمؤمنون تألموا ألماً شديداً وسكتوا وكل إنسان عبر عن موقفه الشريف أو غير الشريف من هذا الخبر إنسان ظن بنفسه خيراً إنسان ما ظن بنفسه خيراً إنسان شمت بها إنسان أشفق لها فالنتيجة كان ممكن الحدث ما يقع لو شعروا أنه خفيف فتفقدوها وجدوها لو لم تفتقد عقدها ما وقع الحادث لو أن هذا الذي جاء لم يأتي لرجعوا إليها ما صار شيء لكن في صحابي كلفه النبي أن يتأخر عن الجيش ليأخذ ما يجد فيه من أغراض وقعت من المقاتلين رأى أم المؤمنين فاسترجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وحملها على ناقته بكل أدب بكل احترام بكل عفة هذا الذي حدث فكيف لكان آل أنه هي زاني قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفكة عصفة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير خير من خلال الإفك عرف الله الناس بحقيقة الوحي الوحي ليس من عند رسول الله لو كان من عند رسول الله وقع في هذه الأزمة الطاحنة نظم آية بعد دقيقة منه وانتهى الأمر انقضع الوحي عنه أربعين يوماً ماذا يفعل النبي بهذه الأيام؟ ما في عنده دليل إثبات ولا دليل نفي والناس عم يحكوه وهو رسول الله والله لا يحتمل أحدنا هذا الخبر أحده ما عنده مشكلة أبداً رسول الله عنده هذه المشكلة قال إن الذين جاءوا بالإفكة عصفة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير ثم يقول الله عز وجل والذي تولى كبره له عذاب عظيم معنا ذلك أن التوحيد لا يلغي المسؤولية فقالت هذا قضاء قدر هذا نصيبه هذا الله أراد ما معنى ما في مسؤولية كل إنسان محاسب عن أعماله إذاً النبي عودنا وأمرنا أن نحوقل حينما نتلقى خبراً سيئاً لا حول ولا قوة إلا بالله شيء وقع ما دام وقع أراده الله ما دام أراده الله في حكمة بالغة ما دام في حكمة بالغة في رحمة مطلقة خلاص ما عاد في هم اتهى الهم ما عاد في ندم ما عاد في لو ما عاد في ياريت كله انتهى هذا والإنسان لما ما يندم بيرتاح ليس في الإمكان أبدع مما كان طبعاً الله عز وجل فرز المؤمنين فرزوا الواحد عنده مثلاً أطع ذهب كثيرة فيه أربع عشرين فيه ممتعش فيه سلطعش فيه إذاعش فيه ثماني فيه إنحاسم في ذهب فيه إنحاسم لماع فيه تناك كله أصفر أفرز المياهون يا أخي الله فرزهم فرز الناس كله بهالأصف المؤمن قال ما عاز الله هذا بهدان عظم ولولا إستمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا بهدان عظم مستحيل المنافق اسمعت شو صار ادريت هاي العملي حالة أدمية المنافق حك شيء والمؤمن حك شيء وانفرزوا الناس وبيّن الوحي ليس من عند رسول الله الوحي من الله والله يعني أراد أن يبين أن الوحي ليس من عندك أربعين يوم بلبلش حكي قصص كلها كذب الناس في حيرة فلما نزلت آية البراءة قالت أمها لعائشة قومي إلى النبي فاشكري نبي قالت والله لا أقوم إلا لله على مسمع النبي تبسم النبي وقال لقد عرفت الحق لأهله نبي موحد لمنه قد لا يقبل شيخ أن يقدم لك خدمة وتقول والله لا أشكر إلا الله ما يقبل منك نبي موحدة النبي قال ما يقبل منك شيء وقع لقد تلغي إلا ترتاح ولكنك تلغي إلا لك وإلا سابت تافه جدا إلا ليس فاكت إلا أقوم إلا لهم هؤلاء بشكل هؤلاء يصبح تتألم أشد الألم لكن لو لم يرجعك لعنده وقعه ومشي الحال لا تقول له بس تلغي له ترتاح بقاموس المؤمن ما في لون سافرنا سفرصا معنا حادثا لكن لو ما سافرنا لا لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه بس تتوحي بترتاح بس تعرف أنه في يد حكيمة بيد كل شيء لا تسمح بوقوع شيء إلا لحكمة بالغة ولخير مطلق بانتهي الأمر والعبرة بالنهاية والعاقبة للمتقين فهي درس اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به ولا حول ولا قوة إلا بالله ما في لو يعني يلي وقع أراده الله والله إرادته تنطبق على الحكمة المطلقة وحكمته المطلقة تلتقي مع الخير المطلق إذن شر مطلق بالكون ما فيه لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله كله خير إجاك أولاد ما إجاك أولاد دخلك كبير دخلك قليل جريت ما بعت المحل كنت عايشة بحبوحة كبيرة رح نبعناه وتورطنا أكثر كلام الناس فيه ألم وحزن وندم لو ما أخذت فلاني أخذت فلاني ما تنهيك وابعي لا تقول لو إطلاقا قل قدر الله وما شاء فعل قل لا حول ولا قوة إلا لله والحمد لله رب العالمين